منذ لحظات منذ دقائق قليلة تعصر الاهلي امام المقاولة العرب وتعادل معه سلبيا دون اهداف تعصر النادي الاهلي في مشوار المنفسة على لقب الدوري تعصر وقت ما منفسي الرئاسيين بيفوزوا الزمالك وبرامدز الوضع بالنسبة للاهلي في جدول ترتيب الدوري اصبح وضع مقلق ولكنه ليس بالصعب او المستحيل ده اللي هبدأ بالنهاردة عشانا شايف بعض من جماهير النادي الاهلي ومع الغضب من التعادل وخسارة نقطتين مهمين جدا في المنافسة في بعض الناس بترمي المنديل في بعض الناس بتقول لك خلاص الاهلي كده خسر الدوري اكلينيكيا بس الحقيقة انه لا لا لسه لسه بدري لسه بدري هتقول ليه لسه بدري ما هقول لو نادي الزمالك كسب المباراة القادمة قدام برامدز هيفرق كتير على النادي الاهلي هيفرق خمس نقاط كاملة عن النادي الاهلي لو الاهلي كمان كسب المؤجلة اللي فضلاله هيفرق خمس نقاط عن الاهلي طيب لو خسر هتبقى الامور قريبة بين الاهلي وبرامدز والزمالك وبالتالي طبيعي جدا ومنطقي انه الاهلي واجه ماهيره هشجعه برامدز قدام الزمالك في المباراة اللي اياه يوم لتنين لانه برامدز يكسب هتبقى الامور قريبة الزمالك يكسب الامور هتبعد طيب الزمالك كسب برامدز الامور لسه قائمة لبرامدز وللنادي الاهلي خسر الامور ما زالت قائمة في كل احوال المنافسة قائمة هممكن نتكلم على المباراة فنيا النهاردة ونحلل ونقول وهنقول بس المنافسة لسه ما خلصتش صعب جدا انك ترمي المنديل دلوقتي لسه اصبر اصبر عشان زي ما انت بتخسر ممكن المنافسك يخسر نقاط طيب ايه اللي حصل النهاردة في المباراة النهاردة اول ملحوظة بالنسبالي بالنسبالي وهي بيعدت عن ناس كتيرة قوي عشان النتيجة سلبية لو الاهلي كان كسب النهاردة واحد سفر في اخر اللحظات كانوا هيقولوا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ان انا بقالي فترة كبيرة جدا ما بشوفش روح وحماس من لعب الاهلي تحديدا في اللحظات الاخيرة تحديدا في اللحظات الاخيرة النهاردة الامر مختلف النهاردة الامر احسن ده ممكن يكون مكسب وحيد للاهلي من مباراة اليوم عودة الروح مرة اخرى للعب النادي الاهلي مكسب في حد ذاته طيب ايه الخسائر الخسائر طبعا النقطتين ايه المشكلة المشكلة انه فيه ازمة واضحة جدا في الامور البدنية عند لعب النادي الاهلي واضح فيه مشكلة في الاحمال البدنية واضح انه موسيماني كان بيشتغل بطريقة في الاحمال البدنية واضح ان سوارش بيشتغل بطريقة تانية خالص فجسم البني ادم اللي هو لعب الكرة ما قدرش يشفت او يروح للأسلوب الجديد مش اكلمك بقى من اللي بيشتغل احسن عشان اعرف الحاجات دي حساسة شوي ومش وقتها بس واضح انه فيه مشكلة في الاحمال البدنية اصابتين اول عشر دقايق اصابات عضلية لا فيه ازمة ده غير الاصابات اللي فاتت كلها لا فيه مشكلة مش ضغط المباريات واحدة واحدة مش انت اول حاجة هتقول لي لا لا ما هو ما فيش فرقة بتلعب كل تلات ايام ماتش مش دي الحكاية بس اه طبعا طبعا الاهلي تحديدا عشان مشاركاته الافريقية ومع المنتخب اللاعبين الدوليين وخلافه عنده مجهود بدني اكبر من باقي الفرق مفهوم بس حتى لو عندك ضغط المباريات الاصابة متبقاش اول عشر دقايق الاصابة العضلية متبقاش اول عشر دقايق ابدا ممكن بعد الشوت الاول ممكن في ديئة ستين ما تستحملش خلاص تكمل عضلاتك ما تستحملش لكن اول ما تنزل تتصاب لا فيه مشكلة في الاحمال البدنية في التدريبات واضح جدا واضح جدا يبدو كده ان الراجل سوارش جاي بيشتغل باسلوب معين تصور انه اللي قابله بيشتغل بنفس الاسلوب وده من الصح يعني لو ما كانوا دلوقتي هابدأ اشوف بقى الوضع واشوف الناس المعاونين اللي معايا هما بيشتغلوا صحة ولا غلط مش بقول انه هو صحة ولا غلط يعني هو بيعمل كده صحة ولا غلط بس لازم يدرس الموقف كله عشان ده لاعب ولو احمال بدنية على مدار الموسم بتتوزع بطرق معينة مش هنقشكه في امور طبية ولا بدنية دلوقتي بس ليها طريقة في مشكلة اصابات الاهلي كتير وغريبة ومتكررة جدا مش اكلمك بقى على اسلوب حياة اللاعبين وخلاف عشان ده شيء لاوا علاقة باللعب المصري بشكل عام بس في مشكلة في ازمة اضاعة الفرص السهلة النهاردة من الاهلي مش طبعية اضاعة ضربة جزاء من المتخصص علي معلول حاجة واضح انه في ضغط وعدم تركيز وبصراحة شديدة في مشكلة في صفقات الاهلي على مدار تلاتة او اربعة ترانسفير ماركت يعني فترات تسوقية تسوق لعبين او يعني تعاقدات في مشكلة انه الاهلي ما قدرش يدعم ويعمل اوب ديت للفريق او اوب جريد للفريق بشكل كويس فبدأ يعاني لما حصلت اصابات واضح انه اللي عددت كان مش ازاي اللي موجود اساسي واصلا اللي كان موجود اساسي كان الناس بتشتكي منه تشتكي من لعبه واداءه النهاردة ما كانش فيه لاعب في النادي الاهلي في الملعب كرياتيب مبتكر يبدع يعمل الفريق مفيش قول لي اسم واحد مش هتلاقي اسم واحد مش هتلاقي انت مستني كرة عرضية الاهل انه عرضه عمل عرضيات كتير او الاهل انه عرضه عمل 52 عرضية رقم ضخم رقم ضخم الصحيح منهم كان كام الصحيح اللي وصلوا لعب يعني من الاهل كام 13 نسبة ضئيلة جدا اه حلو انك واخب قرار انك تلعب بعض ديات عشان تنجز بس نسبة ضئيلة جدا تصويب كم مرة خارج المنطقة المتخصين في ضربات الرأس كم واحد في الاهلي فيه كده مهارات اساسية عند لعب النادي الاهلي مش موجودة مش موجودة عندك سير من اللاعبين فيه ازمة فيه مشكلة فانت عندك مشكلة في الفريق والاهلي هيخش سوق الانتقالات اللي جاي بقوة جدا وانا بقول لك هو من دلوقتي النادي الاهلي هيخش سوق الانتقالات القادم بمنتهى القوة هو بالفعل دخل خد بالك النادي الاهلي فعليا تعاقد مع سلاسة لعبين تعاقد مع سلاسة لعبين جدد مش هيعلن عنهم دلوقتي ومكتم عليهم جدا عشان ما يبقى وصل تركيز الفريق بس هو تعاقد مع ثلاث لعبين وتلاث لعبين مهمين بس هيبقى محتاج اكتر هيبقى محتاج زيهم على القال وممكن مرة ونص كمان عشان فيه لعيبة كتير في الاهلي مش قادر اقول انه هما ماينفعش يلعبوا في الاهلي عشان هو بصراحة برضو لعيبة دي اللي خادت اتنين دولة ابطالة افريقيا وخادت كاس التالت كاس العالم الأندية ماينفعش يا ماينفعش ترول الاقصى الغرب ماينفعش بس واضح انه الاستمرارة عندهم مش كبيرة واضح انه ثبات المستوى عندهم مش واضح ولاعب النادي الاهلي لازم عنده ثبات في المستوى لاعب النادي الاهلي لازم يكون مبتكر لاعب النادي الاهلي لازم يكون في الاوقات الصعبة جاهز لاعب النادي الاهلي لاعب النادي الاهلي لما يبقى في المنافسة زي اللي موجودة دلوقتي على الدوري ماينفعش يخسر اي نقاط يبقى مركز جدا كل اللي أنا قلته ده مش معناه أبدا أن أنا بغفل الظروف الصعبة اللي بيعاني منها النادي الأهلي منذ مواسم صعبة جدا